اشتركوا في القناة وناشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أرحب فيكم في برنامجكم الشريعة والقانون ولازلنا في محطة مهمة من محطات الزواج وهي الخلق تكلمنا في الحلقة الماضية عن أن الزوج يعني ينكد على الزوجة بأي طريقة وبأي حيلة حتى ينفرها من الحياة الزوجية وهي من تطلب المخالعة أو الخلق وتفتدي نفسها أو نفس ما نقول تشتري نفسها تقول أخذ مهرك اللي دفعتها أخذ سيارتك اللي شريتها يا عمي هذا جزء من مهرك أخذ الذهب اللي شريتها والألماص والساعات والمركات أخذها كلها اعتقني يا أخي هذه معيشة قلنا أن جمال القانون الكويتي أخذ بما أخذ به الفقه الحنيف وما ذكره الفقهاء من أن الزوج إذا عضل زوجته وظرها سواء بالضرب أو بالتضييق عليها بأي صورة كانت أو منعها من حقوقها وظيفة نفقة غيرها وغيرها من الصور عشان تفتدي نفسها فخلعت الخلع هذا باطر والعوض هذا مردود لأن الخلع يعني عن نفسها يكون عبارة عن عقد معاوضة هي عوضتها لظلم معين لظرف معين يعني ما تنجب مثلا في خلل كبير أثر على الزوج يعني سبحان الله الشريعة الإسلامية والقانون وجدت شيء اسمه مخالعة يا كنوع من العوض نسميحنا بالقانون والشرع عقد معاوضة المرأة يعني إذا كانت مقصرة بزوجها ولا ارتكبت حماقة ولا كارثة من الكوارث فيكون عقد الخلع منطقي وشرعي وقانوني تقولوا لي شلون وحدة مثلا خاينة ومسكها زوجها خاينة وهو معطيها مهار ونافق عليها وحاطها في أفضل مكان وينفق عليها بالمعروف ويوكلها ويسفرها ومخليها يدهينة لتنكتين نفس ما نقول شيطان وسوس لها وراحت وخانت سوت علاقة غير شرعية مخالفة للدين ومخالفة للقانون هذه ما تخالع زوجها؟ ما ترد عليه مهرة؟ ما تعوضة؟ بلى والله لازم أقل شيء إذا ستر عليها يستحق أن تقبلها على راسها وتدعيلها بالخير وترد حلالها كنوع من رد الجميل كافي أنه ما اشتكى عليك سواء في قضية زنة وحبسك ودمر سمعتك وسمعته لك لذلك دائما نقول عقد الخلع أو عقد المخالعة يكون فيه معاوضة نوع من مثل المرهم على الجرح لعلاجه زوج يحب زوجته وعنده عيال منها ويتفاجأ بأنه عندها علاقة غير شرعية أو عندها معاكسات أو عندها سلوك محرم شرعا كبعض الزوجات اللي للأسف الله بلاهم بالشياطين وما أكثرهم في عالمنا الشياطين وعونة الشياطين لذلك القانون حرص على إبطال الخلع في هذه الحالة نعم الدليل على تجريم مثل هذه التصرفات إذا كان الزوج مراوغ ويريد يضغط على الزوجة عشان هي من تطلب الخلع أيضا الله عز وجل قد نهى سبحانه وتعالى عن هذا الإمساك للزوجة بغرض الأضرار فيها فموجودة الآية في صورة البقرة لما وصلنا عند الآية بعدها عودوا بالله من الشيطان الرجيم ولا تمسكوهن ضرارة لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لذلك دائما نقول فلا يجوز لأي زوج التضييق على زوجته سواء بالكلام بالفعل عشان بس يعني يمشي مشروعة ويضغط عليها عشان هي تقولها خالعني أنا أطلب منك الطلاق تبي مهرك أخذها تبي جز مننا أخذها سيارتك اللي شريتها حطيت اسمي بالبيت يا عمي هالبيت اللي طلع ما بي رح أروح معك إلى وزارة العدل والإسكان وتنازلك فكل الأسباب هذه غير مشروعة أيضا أذكركم في قوله تعالى بعد عودوا بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحلوا لكم أن ترثوا النساء كرها وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرَهْتِمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا في صورة النساء عندنا فاصل سريع ونستكمل بإذن الله محطتنا المهمة للمخالعة وعقد الخلع في هذه الحلقة التي تهم كثيرين من النساء والرجال خلوكم معنا لاتبعدون شوي وراجعين لكم رجعنا لكم بعد الفاصل حياكم الله في برنامج الشريعة والقانون لازلنا في محطة مهمة نحتاجها في حياتنا الزوجية يحتاجها الآباء والأمهات يحتاجونها الأزواج والزوجات أيضا البنات المقبلات على الزواج لازم يعرفون شنو معناة خلع شنو فكرة الخلع وليش شيء موجود في الدين وفي القانون اسمه عقد خلع شنو يعني الخلع تكلمنا قبل الفاصل وفي الحلقة أيضا الماضية عن عقد الخلع وهو قلنا أن المرأة تفتدي نفسها وتشتري نفسها وذكرنا كل الآيات اللي يعني تحذر من أن الزوج يلتف على الدين ويلتف على القانون وقلنا حتى لو فلت من الدنيا وخذ شيء هو ما يستحقه ضغط على الزوجة هجرها راح سافر عن طريق دوامة بعثة دبلوماسي راح يدرس ماجستير دكتوراه غيرها عشان ينفرها عشان هي من تطلب المخالعة وبعض الأزواج للأسف ما يستحون ولا يخجلون يطلبون هذا المهر اللي استحلوا فيه الفروج وأعراض ويعني أعراض العوائل وأعراض الناس اللي تقبلها دائما أنا أقول اللي تقبلها أخواتك وإذا عندك بنات اللي تقبلها البناتك تقبلها البنات الناس أيضا لا يفوتني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاد من التضييق على المرأة لغير سبب شرعي يعني في حديث جميل اللي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج حق الضعيف ويقصد اليتيم والمرأة فيجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يعطيها كل حقوقها يا جماعة ولا يمن عليها بأي شيء دفعه سواء مهر أو نفقه ولا يمنعها شيء يعني غير شرعي وغير قانوني وغير مبرر لا شرعا ولا قانونا فإذا شاف من زوجته يعني شيء ما يحبه ويكرهه سواء خلق ولا طبع ولا تصرف فليصبر عليها ويعمل على يعني تعديل العلاقة والإصلاح ما استطاع أما إذا نشزت ومطاعتها ولا لا قدر الله ارتكبت حماقة ولا ارتكبت فاحشة ولا سوت علاقة مشبوهة شرعا وخالفت الشرع والقانون فأكيد أنه يضيق عليها ليش؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الله عز وجل يحذرنا ما يصنعطي مهر والروح نعضلها ونضغط عليها ونمنعها من دراسة ومن زيارات ومن خروج لعمل مباح أو لحاجة ملحة فنطالبها تعالي خالعيني وعطيني مهري الله أمرنا في هذه الآية إذا كانت المرأة والعيادة بالله لا قدر الله زانية فإنه أكيد يجوز لزوجها أن يضيق عليها يعني يأدبها حتى يعني يصل إلى حل سواء في استمرار الحياة الزوجية أو أنه يخالعها ويطلقها مع مهر يرد مهر كامل يرد جز منه يصير عقد اتفاق لأن عقد المخالعة هو عقد ارتضائي بين الطرفين لابد أن تنعقد الإرادة والنية والقرار بعقد معاوضة الوقت الجميل يعدي بسرعة نفس ما يقولون نشوفكم في الحلقة القادمة بإذن الله واستكمال موضوع الخلع لأهميته بالنسبة لي وكل مختص في المحاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائر مع السلامة